موسيقى محاور حلقتنا النهاردة هو ما هو تكيس المبايد وأحدث طرق العلاج موسيقى دكتور رب الجاني اهلا بحلاك معنا منوارنا في طبيب اليوم وهنتكلم عن موضوع مهم جدا منتشر الفترة اللي فاتت وخاصة كمان ما بين البنات اللي هم في سن المراحقة يعني مع بدء الدورة الشهرية بتبدأ البنت تحس ان فيه لخبطة في مواعيد الدورة الشهرية وابن اكتشف بعد ذلك في سن 16 وال17 ان عندهم تكيس في المبايد ولكن قبل ما اتكلم عن تكيس المبايد ما حداك واسأل اسئلتي المعتادة عايزة اعرف من حداك المبيض ودوره ايه؟ المبيض هو ليه دور اساسي في حدوث الانجاب لان المبيض بيعمل حاجتين اول حاجة انه ينتج البوايدات والبوايدات دي هي المسؤولة انها لما تتخصب الجنين بيتكون من الحيوان المنوي والبوايدة وبالتالي ينتج البوايدة اللي بيتكون منها الجنين في الاساس مع الحيوان المنوي ده الوظيفة الاولى الوظيفة التانية انه هو بيطلع الهرمونات الانثوية اللي بتحضر الرحم انه هو يستقبل الجنين فهو من ناحيتين من ناحية انه هو بيطلع البوايدة اللي بتتخصب وتبقى جنين بعد كده ومن الناحية التانية بيطلع هرمونات تحضر الرحم انه هو يستعد لاستقبال الجنين اللي هو البوايدة اللي تخصبت ديته بقيت جنين عشان يتزرع ويكون المكان بتاع الرحم صالح انه هو يستقبل الجنين بحيث ان الجنين ينم جواه ويقدر انه هو يغزي الجنين لحد لما يكبر بعد كده فبيبقى مهم جدا بالنسبة لنا وظيفة المبيض انه احنا بنعرفها ازاي انه اول سؤال بنسأله للزوجة او حتى للانسة يطر البيلود بتيجي من النظام ولا لا احنا زي ما قلنا ان وظيفة المبيض بيطلع بويضات ايوة لكن برضو بيطلع هرمونات وظيفة انه يتحضر الرحم لاستقبال الجنين طيب لو محصلش حملة في الشهر دوتي والبيلود بتنزل في المعادل معتاب بتاعه وبالتالي اول اشارة ان المبيض دوتي بيشتغل كويس او ما فيش فيه اي مرض او مشكلة ان البيلود تجيب انتظام لو البيلود مش بتجيب انتظام خصوصا لو ان البيلود بتأخر بدلا ما بتيه كل شهر فيه كل شهر و نص او شهرين معنا ونزل فيه خلل في وظيفة المبيض الفايدة بتاعته ايه دكتور بالظبط الفايدة الاساسية انتاج البويضات انتاج البويضات دا لان هو دا ي hostage عشان يحصل الحمل لازم البويضة تتخصبه يحصل جنين فدي المهمة الاساسية اللي هو انتاج البويضات المهمة التانية المهمة جدا برضو انتاج الهرمونات لان الهرمونات دي بتحضر الرحم ان هو يستقبل الجنين وحتى لوما فيش حمل في الشهر دا إن البيلو بتنزل في معادها فإحنا نعرف إن المبيض دوات شغال كويس إن الستة عندها رجل عندها دورة بتجيب منتظام بالإضافة للتحليلات اللي ممكن نعمل تكايز المبيض بيكون عبارة عن إيه؟ هذا سؤال جميل جدا ومهم جدا بس عايزة أفرق بين حاجتين الحاجة الأولى اللي هو شكل تكايز المبيض اللي ممكن نشوفه من الموجات الصوتية الحاجة الثانية المرض اللي ممكن يكون سببه تكايز المبيض إيه الفرق من الاتنين؟ الفرق إن شكل تكايز المبيض اللي هو ممكن نشوفه في الأشعة التليفزيونية دو ممكن يكون موجود عند 20% من السيدات من غير ما يعمل لهم أي مشاكل تمام؟ وبالتالي واحدة تقول يا دكتور ده أنا رحت عملت أشعة تليفزيونية وأقول لها ده أنت عندك تكايز المبيض أقول لها لا يا فإن في حاجة اسمها أشعة تليفزيونية شافت منظر مبيض متكيس وبين المرض تكايز المبيض طيب مبدئيا تكايز المبيض معنى شكله تكايز المبيض معنى إيه؟ معنى المبيض كبير وفي عدة أكياز صغيرة موجودة على طرف المبيض صغيرة مش كبيرة عدة أكياز صغيرة موجودة على طرف المبيض وتضخم نفسه في حجم المبيض ده بيسموه شكل تكايز المبيض بالأشعة التليفزيونية وده موجود في حوالي 20% لحد 25% من السيدات من غير ما يعمل عندهم أي مشاكل خالص والمشاكل بقى بتبقى إمتى؟ بالضبط بقيت الشكل ده مصاحب ليه حجة من الاتنين الحاجة الأولى خلل في وظيفة المبيض وزي ما شرحنا أول حاجة نعرف بها خلال وظيفة المبيض دوت إيه؟ عدم انتظام أن الزريد ما تكونش تجايب الانتظام تمام أولا كنا عملنا تحليلات وتأكدنا أن هرمونات الطبيب ما هيش موجودة أو السيدة ما عندهاش طبيب لبطايا لو شفنا الشكل ده في الأشعة التليفزيونية أن فيه مبيض فيه فعلا تكايز مبيض ومعاها كمان مشكلة في وظيفة المبيض ده يبقى اسمه ورد تكايز المبيض الحاجة الثانية لو لقنا ستة عندها ارتفاع في هرمونات الزكورة وده ممكن برضو نعرفه بالكلام وبالكشف لو السيدة بتقول والله يا دكتور أنا فيه شعر زيادة دي طلع في وشي أو في سيدة زيادة عن الطبيعي أو إحنا نعمل تحليلات فنلاقي هرمونات الزكورة عالية معناها أن فيه مشكلة بالإضافة لشكل تكايز المبيض دوت ده منسميه مرة تكايز المبيض يعني سيدة راحت تعمل أشعة تليفزيونية وهي البرود منتظمة عندها والطبوض عندها كويس وما عندهش مشاكل في ارتفاع هرمونات الزكورة وكان عندها الشكل اللي هو مبيض كبير وفيه شوية كياس صغيرة موجودة على طرف المبيض دي ما عندهش حاجة ما عندهش حاجة خالص يا دكتور أصلهم قالوا لي لا وما فيه شوية مشكلة خالص لأن الشكل ده موجود في حوالي عشرين لخمسة وعشرين في المية من السيدات من غير ما يكون معا مشكلة لأ سيدة تانية أو ده أنا علقات الكلام دوت بس أنا البرود يا دكتور عندي بتيجي لي كل مثلا شهرين ثلاث أه أنت عندك فعلا مرض تكاسر مبيض وممكن بقى نبدأ في العلاج بتاعه أو لا يا دكتور أنا البرود عندي منتظمة بس أصل بيصلى عندي شعر زيادة في وشي أو في جسم زيادة عن الطبيعي أيوة ده اسمه مرض تكاسر مبيض وإحنا بقى ممكن بعد كده نعمل تحليلات ونبتدي نعالك يعني حداك شايف أن التشخيص بيكون بالأشعة التلفزيونية أو موجات الصوتية بجانب التحليل الاثنين مع بعض ده طرق تشخيصه التشخيص سهل جدا في ثلاث خصائص لو اثنين منهم موجودين ده اسمه مرض تكاسر مبيض واحدة منهم ما يبقاش اسمه مرض تكاسر مبيض وما ممكن يكون هادر هنشرح حالي والخصائص دي ممكن تبقى إيه أول حاجة الخصائص من الثلاثة أول حاجة اللي هو شكل تكاسر مبيض تمام هده يقولوا ممكن يكون إيه ممكن يكون طبيعي جدا الشكل ده ما معيش مع أي ده عادي جدا عادي جدا من غير أي مشكلة خاصة يعني مبيض يحتوي عن طوقات مثلا هي مولود لا 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 هو المبيض نفسه كدوة يعني إيه خلقت ربنا كدوة يعني هو كبير وشكله فيه شوية أكاس صغيرة موجودة على طرف المبيض من غير ما يكون مع أي مشكلة تانية خالص تمام وبالتالي بنطمن السيدات اللي ما عندهمش أي مشكل خالص غير إن هي عملت أشعة تلفزيونية ولقيت الشكل ده تمام دي الخاصية الأولى الخاصية التانية يكون عدم الطبويد تمام عدم الطبويد مع المشكلة الأولى دي وأكيد معنا خاصيتين من ثلاثة يعني كدوة فيه مرة تكاييفس المبيض حيث بتقال ممكن يكون من إيه عدم الطبويد غير إن يكون التكاييفس المبيض في أسباب كتيرة فيه هرمون اللابر ممكن يكون عائل فيه كمان ممكن يكون مشكلة في الغدى البرولكتين زي ما حدثت تفضلت مشكلة في الغدى النخامية نفسها بتخلي المبيض مش بينتق بوايضات كويس أو مشكلة في الهرمونات الداخلية بتاعت الجسم زي هرمونات الغدة الضرقية أو خلافه ممكن يخلي الطبود مش كويس والخاصية الثالثة اللي هي ارتفاع هرمونات الزكورة ممكن تكون بغير السبب تكايوس المبيض يكون فيه مشكلة مثلا في الغدة فوق الكلوية يكون مسببة الكلام دو بعض السيدات اللي عندهم سكر وهرمون الإنسولين عندهم عالي ممكن برضو يعانوا من ارتفاع في هرمون الزكورة ممكن يظهر عندهم شعر زيادة في الجسم بالتالي الرسالة اللي عزين نوصلها بنشخص تكايوس المبيض بخاصيتين من ثلاثة الخاصية الأولى شكل تكايوس المبيض في الصنار وده الواحد ومش كافي لتشخيص أي حاجة تمام؟ الخاصية الثانية عدم التبويد الخاصية الثالثة ارتفاع هرمونات الزكورة احنا معنا صورة حداياكم كنت تشرح لنا اه هنا ده حضراتك ينقض بيشرح كدهوت يعني ايه؟ شكل تكايوس المبيض بيبقى ناحية اليمين شايفين مبيض متضخم لو قررناه بالناحية الشمال المبيض كبير نشوف الفرق بين الحجم بين الاتنين غير كده لو شفنا كده على طرف المبيض ناحية اليمين هنتلاقي كور صغيرة كده موجودة هو ده شكل التكايوسات والناحية الشمال لا ده كده قد ما فيش تكايوسات موجودة زي الشكل دوت اه تمام؟ طيب ليه ممكن يحصل بقى التكايوسات ده سببها ايه في مرة التكايوس المبيض والتالي الطبو دي بقى حصل لا اللي حصل عند السيادات دول فيها عندهم لخبطة في الهرمونات الداخلية بتاعت الجسم وبالتالي بدل ما الكيس دوت يكبر لحد الحجم المناسب اللي هو تخرج منه البوايضة الهرمونات المتلخبطة داخل الجسم بتاقف نموه والكيسة عند حجمه معين فيوصل للحجم الصغير اللي احنا شفناه دوت تمام؟ البوايضة ما تخرجش في المعاد بتاعها والبوايضة دي تفايداتها حاجة من الاتنين زي ما شرحنا في الاول يا بتتخصب ويحصل حمل يا انها بتطلع المبيض بعد كده بيطلع هرمونات سيخلي البريود تنزل في معادة كون ان البوايضة ما خرجتش في المعاد بتاعها لا بيحصل حمل ولا ان البريود تيجي في معادة وبالتالي الزوجة او السيدة او الانسة بتيجي تشتجي وتقول ايه يا دكتور انا البريود عندي ما بتجيش في معادة بتجيش في معادة بدل ما تطيع كل شهر بطيع كل شهرين يا دكتور ممكن انا عندي شعر زيادة في الوش بيطلع زيادة عن الطبيعي او المعتاد وبضع من الاشعر للسيدة نلاقي الشكل اللي احنا شوفناه دلوقتي فيه ناس كمان بتقول فيه سيدات معينة بتكون لها عرضة اكثر من غيرها بمرض تكاييسات مبيض بالتأكيد طبعا السيدات هو طبعا فيه عامل وراسي بيكون فيه كميات فيه اعداد كثيرة من السيدات بيكون فيه عامل وراسي موجود وبالتالي السيدة او الانسة اللي عندها واحدة ثانية في العيلة عندها مرض تكاييس المبيض عرضة اكثر من غيرها ان يجيلها تكاييس المبيض يعني ايه فيه ناس بتفتكر انت لما والديتي ما عندهش المشكلة دي واختي ما عندهش المشكلة دي بقى انا خلاص ما عندهش المشكلة دي لأ ممكن من ناحية الاب يعني مثلا العم العم او بنت عم الولد او خلافه لو عندها مرض تكاييس المبيض السيدة او الانسة دي بيكون عرضة اكثر من غيرها ان يجيلها مرض تكاييس المبيض ده من ناحية من ناحية التانية لما يكون الوزن زيادة عن الطبيعي دوا بيكون عرضة أكتر من غيره أن يحصل مرة تكايفس المبيب مع السيدات أو الأنسات اللي وزنهم بيكون زيادة عن اللاسم تمام برضو في ناس بتسأل بتقول حالك احنا ممكن نعالجه ازاي كنا بنسمع دايما عن كي التكايوسات والعملية دي بتبقى صعبة شوية وبتاخد يعني بتبقى مؤلمة يعني الكي تأخر حاجة بنعملها هو الموضوع كده هو موضوع من دا كترة بتبدأ بيه على طوال لكن هو الموضوع بيبتدي كده يعني ايه زي الدرجات بدأنا الدرجة الأولى بندخل في الدرجة التانية بدأنا الدرجة التانية بندخل في الدرجة التالتة الموضوع بيعتمد على أكتر من حاجة يطار هي متزوجة ولا أنسة يطار هي معها أولاد قبل كده ولا لا تمام فالناس اللي بيقولنا اللي هي نفسها ربنا يرزقها ان شاء الله ما معهاش أولاد وعايز ربنا يرزقها وعندها مرة تكايوس المبيب لازم بس يعني أبل حدك تدخل بتفرق من أنسة لمدام؟ طبعا بتفرق إيه بقى أفلها لك؟ بتفرق إن الأنسة مشكلتها الأساسية يا دكتور أنا عندي البرود مش منتظمة أو عندي شعر زيادة بيطلع في جسم فدي الحل بتاعها إن احنا بنشوف لها حاجة تخلي البرود منتظمة وحاجة تخلي الشعر زيادة دوتي يكون حاجة في حدوده الطبيعي الزوجة لا عايزة تحمل تمام؟ وبالتالي عايزة تحمل دياتي وسائل تانية بندهلة لو الأنسة تي خدت الأدوية اللي حضايك تقول عليها لتنظيم الدورة هل بنت تفادى بعد كده مشكلة تأخر الحملة بسوى للتكايوثات؟ لا للأسف حل مؤقت بس المشكلة ده حل المشكلة اللي هي بتعني منها دلوقتي لكن لما بتتجوز بالسلامة لو أن التبويض في مشكلة وقتها بتحتاج أن هي فعلا تاخد العلاجات اللي ممكن نشرحها تمام، اتفضل فأول حاجة في العلاج سواء كانت متجوزة أو أنسة أو مخلفة قبل كده أو مش مخلفة أن الوزن يبقى طبيعي نقول لها لو سمحت يا حضرتك الوزن الزيادة دوت يعني ريت ينزل لحد ما يوصل لحد الوزن الطبيعي وده حل سحري حل سحري يعني إيه؟ يعني في سيدات كتيرة قوي نسبة توصل لحد 20.25% بس الوزن بقى طبيعي البروض ده انتظمت والطبوض راجع وتجي البروض تبقى مظبوطة والشعر الزيادة دوت أنا بسمع الكرام ده يعني إيه علاقة بين زيادة الوزن طيب شوف حضرتك هو حضرتك فيه نظرية بتشرح أساساً أو أصلاً لحد دلوقتي أسباب تكايس المبيض ومرض تكايس المبيض فيه نظريات بتحاول تشرح زي ما قلنا أول حاجة النظرية الورصية ده فيه نظرية فيه نظرية تانية بتقول والله الوزن الزيادة دوت بيكون نتيجة جينات معينة موجودة في الجسم والجين اللي هو موجود في الجسم دوت هو المسؤول أساساً عن لخبطة الهرمونات دي الوزن الزيادة بيزون هرمون الإنسولين في الدم وهرمون الإنسولين دوت من ناحية بيعيق أن الطبود يحصل لو أنه كان كمية زيادة عن الطبيعة يعيق أن الطبود يحصل في الوقت الطبيعي بتاعدها من ناحية من ناحية تانية مش بيزود هرمونات الزكورة لكن بيزود من حساسية الجسم من هرمونات الزكورة يعني ممكن هرمونات الزكورة يكون الكمية تحتها هي هي لكن الجسم بقى حساس لها زيادة فأي كمية بسيطة منها بيستجيب لها الجسم أكتر من الطبيعي وبالتالي ده ممكن تكون بداية المشكلة إن الوزن زيادة هورمون الإنسولين زيادة عندها الجين دوت اللي هو بيكون مسؤول عن السمنة وفي نفس الوقت بيلقبط الهرمونات بتاعت الجسم الإنسولين الزيادة دوت بيمنع الطبو Europeans من ناحية لو كميته أكتر من الطبيعي وكمان بيخلي الجسم عنده حساسية زيادة لهورمونات الزكوري اللي كميتها ممكن تكون قليلة لكنها الجسم يستجيب لها بكمية أكتر من الطبيعة طيب إحنا معنا صورة قبل ما حدقت كاملنا طرق لاليا للصورة اللي حدقت كنت بتشرح بتقولي كي المبيض اللي قلت لحدقت ده آخر حاجة إحنا بنعملها أساسا وكنا بنقول إن الحل أو العلاج بيكون عبارة عن درجات أول درجة سواء يعني الست متجوزة أو نسها مخلفة قبل كده عايزة تخلف بعد كده إن هو الوزن ينزل وكنت بشرح لحضرتك دلوقتي إن الميزة اللي فيه في حوالي ربع السيدات طالما الوزن نزل بقى طبيعي البيلو بتتضبط الشعر الزيادة بيبطل إن هو يطلع وتروح بتخلف بعد كده الحمد لله لا فيش مشكلة حتى لو إن هو احتاجت بعد كده هو تنشيط طبويد فرص الحمل بتاعتها على تنشيط الطبويد ووزنها كويس بتتبقى أعلى من فرص الحمل لو كان الوزن زيادة يعني لو سيدة وزنها زيادة عن الطبيعي وإنها تنشيط الطبويد اللي في الغالب بنديل مدة 6 شهور فرص الحمل عندها 12% عشان وزنها زيادة طيب ده في 6 شهور طيب السيدة اللي هي بيكون وزنها مضبوط تنسبة الحمل عندها حوالي 40% وبالتالي حتى لو احتاجت تنشيط طبويد فرص الحمل عندها ووزنها مضبوط يكون أعلى من فرص الحمل لو هيكون وزنها عائلة ده من ناحية من ناحية تانية لو احتاجت بعد كده حاجة زي الحقن المجهري فرص الحمل لها على الحقن المجهري وهي وزنها مضبوط برضو أعلى من فرص الحمل بالنسبة لها لو أن وزنها كان زيادة وبالتالي هو مفيد من جميع النواحي ممكن يحل المشكلة من جذرها ده نقم واحد وعقم اثنين حتى لو احتاجت علاجات بعد كده فرص الحمل بتبقى أعلى كثير جدا لما يكون وزنها طبيعي عن أن يكون الوزن بتاعها زيادة عن اللاسم وبالتالي مراحل العلاج في الحاجات دي أول حاجة يا سبتي وزنك ينزل الخطوة الثانية في العلاج أن احنا بندي السيدة أو الأنسة بعض الهرمونات اللي بتقلل من هرمون الإنسولين في الدم زي ما شرحنا دلوقتي هرمون الإنسولين الزيادة ده ممكن يكون ليه دور في عدم التبويض وكمان في زيادة الهرمونات الزكورة أو زيادة استجابة الجسم من هرمونات الزكورة وبالتالي لما احنا ندي هرمونات من بره أو علاجات من بره تقلل من كمية هرمون الإنسولين الموجود في الدم ده بيساعد ان الجسم يتغلب على الكمية الزيادة دي وبالتالي يحصل ممكن طبويت طبيعي او حتى لما ندي تنشيط طبويت بعد كده فرص الطبويت لما بندي الهرمونات اللي هي او الادوية اللي هي بتقلي هرمون الانسولين في الدم ده بتبقى برضو اعلى دي الخطوة التالية الحطوة التالتة بقى دي مهمة جدا للناس تعرفها عشان في ناس مش مشكلة المعلومة مش وصلها ومصحة الخط التالت في العلاج بعد الوزن اللي هو يكون مصبوط وكمان بعد ان ندي الادوية اللي هي بتقليل من هرمون الانسولين انه هو طنشيط الطبويت وفي ناس فاكرية طنشيط الطبويت ده ممكن يتخذ كده لفترات طويلة وده غلط الكلام ده مش مصبوط طنشيط الطبويت لما بنديه بنديه لفترة 6 شهور بس ايش معنى 6 شهور بس؟ لانه في الغالب فرص الحمل بتكون كتيرة في اول 6 شهور لو جبنا 100 عيانة احنا بنبعرفين من الاول لما ندي 100 عيانة طنشيط طبويت اولا فيه 20 مش هيتمشاطه مش هيتستجيبه للعجل احنا بنديه التمانين البقين بعد 6 شهور 40 منهم لفرد يكون حمله 40 منهم لفرد يكون حمله هما 40% من الناس يتقلوا طنشيط طبويت 40% دول عندهم عدم استجابة لطنشيط الطبويت تمام وبالتالي لو جبنا 100 من الاول بعد 6 شهور فيه 40 منهم حمله وده خلاص مشكلتهم اتحل البقى كده وقت يعني ايه 60% اللي هما ما استجبوش من اساسه طنشيط الطبويت وبالتالي غلط انهم يغلقوا طنشيط طبويت من الاساس الحاجة التانية اللي هما استجابوا طنشيط الطبويت ايوة لكن ما حصلش حمل عليه دول مش مستحب انهم يغلقوا طنشيط طبويت زيادة عن اللاسف ليه؟ بتبدأ بقى حدك ما هو ايه طب بعد 6 شهور بس المشكلة بس يعني الناس ما تاخدش بعد 6 شهور طب ما الطبويت عندي كويس الدكتورة قالتلي ده الطبويت عندي كويس وخلاص هتحملي لا المسألة مش كده المسألة طبويت كويس في خلال 6 شهور فرص الحمل عندك 40% لو ما حصلش الحمل بعد 6 شهور مش مطلوب حضرك انك انت تزودي تنشيط الطبويت اكتر من كده لانه لو وصل تنشيط الطبويت لحد سنة يوجد في مشكلتين دلوقتي يما يخصل دلوقتي اكياس او اورام في المبيض ده رقم واحد رقم اثنين بيستهلك المخزون بتاع المبيض ويما جالنا سيدات عندهم 35 و36 سنة والبريد خلاص قطعت عندهم يا دكتور اسفل اخدت 3-4 سنة لتنشيط الطبويت وده مش مزبوط تنشيط الطبويت لما بيتاخد بيتاخد لفترة معينة الفترة دي قد ايه 6 شهور لو حد تزودي عن 6 شهور لازم يكون عامده سبب قوي للكلام دوت وتحت اشرف طبيب مختص مش من نفسها المسألة لو اصل لحد سنة دوت بيحصل فيه مضاعفات زي اللي قدر لأورام وكياس في المبيض ده رقم واحد رقم اثنين استهلاك مخزون المبيض وان البروت تتقطع قبل معادها واشهر سبب بيعمل الكلام دوت انست اخد تاخد تنشيط طبويت في تنشيط ثلاث سنين واربعة سنين ومن الاساس فرص الحملة عندها ضعيفة لانها ما كانتش في الاربعين في المية ان هم حملوا بعد اول 6 شهور تمام دلوقتي اول خط في العلاج الوزن ينزل تاني خط في العلاج اللي هو بندل الادوية اللي بتقلل هرمون الانسولين تالت خط في العلاج اللي هو تنشيط الطبويت طب تنشيط الطبويت ما جابش نديجة وكانت السيدة من اللي هم الستين في المية اللي هم يا ما اتنشيطوش من اساسه يا اتنشيطو بس ما حصلش حمل عنده احسن علاج بالنسبة للناس دولت بيكون اطفال الانبيب او الحقن المجهري تمام اطفال الانبيب او الحقن المجهري مش منظر البطن زي ما حدق تفضلت في الاول ده اخر حاجة بنعمل ليه لان فرص الحمل عند الناس دولت منظر البطن ازح ديك بالكي فرص الحمل عند الناس ديك مع الحقن المجهري او اطفال الانبيب بتكون حوالي 45-55% على اعتبار ان الوزن مظبوط طبعا لو الوزن مش مظبوطي بقى اقل من كده شوية عشان كده برضو مسألة الوزن المظبوط ده ده اهم حاجة ده موضوع تكايص المجهري طيب بنعمل ايه في موضوع الحقن المجهري او اطفال الانبيب ده بالضبط زي ما بيحصل حملة طبيعي احنا بنمشي على نفس خطوات الحملة الطبيعي يعني الحملة الطبيعي بيحصل ازاي والله الحيون المنوي بيخاصة بالبويضة البويضة بتنتقل لحد الرحم وبعد كده بتكبر لحد حجم معين الجنين ده بيكبر لحد حجم معين ويزرع نفسه داخل الرحم تاني مشكلة السيدة اللى عندها تكايص مبيض ان البويضة ما بتطلعش وبالتالي الحيون المنوي بش لاقي حاجة تقصى ما� يحصلش حامل طيب الحل في الحكاية دي بنبقى ايه بندل ما دام علاج يكبر البوايضات أيوة البوايضات دي ما بنسيبهاش جوه الجسم تمام؟ بنسحبها بره الجسم بتتسحب بره الجسم وبالتالي زي ما في الطبيعي الحيوان المنوي بيخترق البوايضة في الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب إحنا بناخد الحيوان المنوي وندخله جوه البوايضة تمام؟ وهنا ناس بتسأل إليه فرق بين أطفال الأنابيب والحقن المجهري؟ الحقن المجهري يعني إحنا بناخد الحيوان المنوي ونحقن ودخل البوايضة الأطفال الأنابيب يعني بنجيب البوايضة وبنسيب الحيوانات المنوية حواليها لفترة حوالي 24 ساعة وبعد كده بالميكروسكوب بنتأكد أنه فعلا حصل أخصاب وبنسيبها معنا ثلاث أيام إلى خمس أيام الجنين يكبر معنا وبرضه في ناس بتسأل ليه ثلاث أيام وخمس أيام طبعا خمس أيام أحسن من ثلاث أيام لأن الجنين اللي بتزرع بعد خمس أيام فرص الحمل منه وبتبقى أعلى يعني إيه؟ عند ثلاث أيام الأجنة ممكن تكون شبه بعضها تمام؟ فبالتالي ممكن أي جنين يتنقل عشوائي لكن عند خمس أيام بيكون الأجنة اتفرزت فالجنين الدرجة الأولى من الجودة بيكون باين الدرجة الثانية من الجودة بيبقى باين والدرجة الثالثة من الجودة بيبقى باينة وبالتالي أفضل أجنة ممكنة ممكن تتخذ وتتزرع عند تلات أيام ممكن الجانين رقم واحد يكون شاهدها الجانين رقم عشرة تمام؟ فممكن يتنقل رقم واحد أو يتنقل رقم عشرة لا في بعد اليوم الخامس بأن الجانين رقم واحد ده من الدرجة الأولى والجانين رقم عشرة ده من الدرجة التالتة وبالتالي بأكيدها مش هننقل الجانين رقم عشرة لكن ممكن يتنقل في اليوم التالت ده إحنا أخذنا الأجنة اللي هي من الدرجة الأولى وأخذناها دخلناها زرعناها داخل الرحمة تمام؟ وبعد كده بعدها بأسبوعين بنعمل أختبار الحمل عشان نتأكد إن الحمل تم إن شاء الله إن شاء الله الفكرة بقى حضرية كنت تتسأل عن منظر البطن والكي ده فراش الحمل فيه مهياش عالية بزي مهياش 45-55% لا دي أقل من كده بكتير وكمان فيه المضاعفات بتاعته من المضاعفات بتاعته طبعا البطن فيها الأوعيات الدموية وفيها الأمعاء وفيها المسانة فممكن أوي أثناء الكي بتعام مضايد أي حاجة من الحاجات دي تتكاوي في أحصل مشكلة الحاجة التانية لو كان الكي دوت مش مضبوط أو زيادة عن اللازم ده في حد ذاته بيستهلك المخزون بتعام مبيض فبالتالي ما هواش دلوقتي مستحب أوي موضوع الكي بتعام مبيض ده إلا في حالات يعني إيه بتكون ندرة أوي اللي هو بيكون المبيض كبير جدا والتكاييسات اللي فيه كتير جدا وكمان فيه ناس بتقى فاكرة حاجة بتقى فاكرة أنا عندي تكاييسات هدخل هشيرها بالمنظر فهحمد المسألة مش كده المسألة زي ما شرحنا أن المشكلة ما هياش تكاييسات في المبيض المشكلة فيه هرمونات ملاخبطة موجودة داخل الجسم وكل الخطوات اللي احنا بنقولها ديت عشان نحاول نصلح الهرمونات الملاخبطة الموجودة داخل الجسم فالفكرة بتاعت المنظر مش أنه هو يشيل تكاييسات الفكرة بتاعته أنه هو يقلل الحجم بتاع المبيض لأنه وجده في نسبة بسيطة من السيدات لما احنا بنقلل الحجم بتاع المبيض ترجع الهرمونات تضبط وبالتالي الطبوت يرجع يحصل بعد كده هو وممكن يحصل حمل ففي ناس كتير عشان تبقى فاكرة وعشان بس الكلام زي ما اشرحنا على صحورة وقلنا المشكلة الاساسية الهرمونات الملخبطة الكيس ما بيكبرش لحد الحجم اللازم فبالتالي بتكون التكايوسات دي احنا مش دخلين بالمنزار ان احنا نشيل تكايوسات داخل بالمنزار داخل يقلل من حجم المبيض وبالتالي الهرمونات تتضبط فيحصل حمل بعد كده يعني حداك بتقول ان انا لازم امشي في خطوات معينة موازية البعضة ان انا قال للوزن ان انا تاني حاجة اخد العلاجات او الهرمونات او اضبط الهرمونات معينة وتالت حاجة ان انا اخد المنشطات للتبويض ولكن ما زدش عن ستة شهور يا جماعة ما زودش عن ستة شهور دي اهم حاجة بتمشي في التوازي ما بين التلاتة التوالي يعني مع بعض يعني مسألة الوزن دي ده ماشي على طول تمام لان كل ما وزنها كان احسن كل المفروض الحمل تبقى اعلى لكن هو المفروض يعني ايه بالتوالي الاول زبطت الوزن بتاعها عرفت او فيه ناس ما بتقدرش فالخطوة اللي بعدها بتاخد الادوية اللي هي بتحاول تقلل من هرمون الانفل طبيعة ديك ما بتمشيش في التلاتة مع بعض تمام لان لسوءين اخير قبل ما اختم لان اي علاج بيتاخد اذا ما بيكون فيه فايدة كبيرة جدا بيكون ممكن فيه نسبة اثار جانبية بسيطة وبالتالي كل ما يكون انا بادي بكمية قليلة من العلاجات كل ما يكون احسن للست لو انا بتدي تنظيم وزن بس وده ساعدها دي بقى كويس تنظيم وزن بس زودت عليه بس يعني ايه حاجة تزبط هرمون الانسول من غير ما اخد اجراءة تاني دي بقى كويس اخدت تنشيط طبويت بقى مع الحاجات دي بين غير ما زود حاجتين يعني حدك قالوا على ابدأ اشوف نتيجة اول خطوة ابدأ في الخطوة الثانية دي قاعدة طبية دي قاعدة طبية ما تديش عدد ادوية مع بعض طالما تقدر تفصل لنتيجة بحاجة واحدة علشان كل ما يكون عدد الادوية اقل وكمية يعني عدد الاهلاجات اقل والكمية بتاعتها اقل وتقدر تفصل لنتيجة ابتدي بالحاجة لتوصلك لنتيجة بقى لعدد ادوية واقل اسلحة ممكنة انا بشكرك نورتنا نورده دكتور بشكرك حدك اكتر على التوضيح لان فيه ناس كتير او بتلجأ للمرحلة الاخيرة زي ما قلت حدك للكي لان ده اللي بسمعه ومن الحوالية ولكن يا جماعة مش هو ده الحل في حلول اخرى كثيرة جدا وعلى رأسيها ان احنا نقل الوزن بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبدالغاني محمد استشاري امراض النساء والعقم والحقن المجهري واطفال الانبيب بمستشفى دار الطب ومدرس امراض النساء والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو الكلية الملكية الامراض النساء بلوندن نورتنا دكتور شكرا جزيلا اشوفكم على خير وفقرة جديدة من فقرات بينامتكم طبي فيليو اشتركوا في القناة